من الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من سر على دره اليوم الدين أبناء الطلبة نلتقي اليوم في استكمال الجزء الثاني من الفصل الثاني شمبتر 2 ركوردين بورسس دبار 2 أوكي طبعا تحية لكم مجددا دكتور محمد ويوسف محددكم مدرس مصاق الدرسات المحاسبية باللغة الإنجليزية ومصاق مبادئ المحاسبة واحد باللغة الإنجليزية في هذا المصاق سوف نتعرف على دفتر الأستاذ أقصد في هذا اللقاء سوف نستكمل ما سبق أن شرحناه في اللقاء الماضي واللي تعرفنا فيه على دفتر يومية وقلنا إن دا جورنال اللي هو جورنال دفتر يومية أو جنرال جورنال دفتر يومية العامة يتم التسجيل فيه لكل الأحداث والمعاملات المالية يعني في الجورنال نسجل كل الأحداث المالية أيا كانت ثم نبدأ من طريق لفلترة هذه الأعمال ونعمل عملية بوستنج الترحيل إلى دفتر الأستاذ دفتر الأستاذ لكل حساب يفتح صفحة أو ملف مستقل يسمى أستاذ بمعنى إنه في دفتر يومية زي ما كنا نشوف فيه الكاش والبالدنج والكارز والأكوبمينت وكل شيء الآن بنيجي لأستاذ الأكوبمينت فقط معاملات الأكوبمينت اللي خدناها من دفتر يومية هي فقط اللي بنزلها في دفتر الأكوبمينت أستاذ الأكوبمينت كذلك الحال كل المعاملات المتعلقة بالكاش بنطلعها في دفتر مستقل اسمه أستاذ الكاش يعني خاص به إذا الليجر ميزة الليجر إنه هذا الدفتر فقط مخصص للتعامل مع حساب واحد والانتهاء برصيده يعني بيرصد الحركات الخاصة بحساب واحد مدين ودائن وينتهي برصيد لها أول شيء في الليجر بنحط الرصيد السابق إذا كان موجود معنا بعد هيك بنعمل كل العمليات إذا كان في حركات إذا كان هذا الحساب أصله مدين وفي حركات زادت هذا الحساب بيستمر في الزيادة في الجانب المدين في حركات قللتها من هذا الحساب بينتغل إلى الجانب الدائن وهكذا إلى نهاية أن نصل إلى رصيده في نهاية الفترة لو شوفنا مع بعض عندي الاسيتس والليبلتز والإيه والإيكوتي كل حساب منهم رح يتقسم لدفات الأستاذ فردية فردية أند يفعل أسيتس أوكي فرح يكون عندي إيكوب منت لحال اللي هي معدات أو آلات أولاند أراضي لحال سبلايز لتولدات لحال كاش لحال كل حاجة منهم فردية يعني إلها دفتر مستقل علشان هيك دفاتر الأستاذ جدش عددها بعدد الحسابات اللي مرت معاك في المعاملات يعني لو أي معاملة مرت لو خلال كل الفترة المالية مرت مرة واحدة تحتاج إلى دفتر أستاذ على طول إذن دفاتر الأستاذ متعددة بس دفتر يومي ودفتر واحد يعني أبسط لك المسألة أكتر أنت عندك مسجل مسلاً سبع مصاقات في الفصل الآن الكشكول بتاعك اللي هو بسجل في كل المحاضرات هو واحد لكن بتنجل المعاملات على دفاتر المساقات كل مساق له دفتر صح طيب نفس الشيء إذن في دفاتر الأستاذ في اليومية العامة كنا بنسجل كل المعاملات الآن اللي بخص اللي بلتز حيروح على إيش على دفاتر اللي بلتز كدفاتر مستقلة اللي بخص الأسيتس حيروح على بنود الأسيتس اللي بخص الإكوتي حيروح على بنود الإكوتي يعني كمان في الابراتيز هتشوف انه في عندي انترست بابل الفائدة المستحقة في عندي سالرز اند ويريس بابل الرواتب والاجور المستحقة عندي اكاونتس بابل الدائنون وعندي نوتس بابل الكمبيلات اللي مطلوبة مني في الاكوتي ايضا عندي حسابات بتأثر عليها حسابات فردية مصروف اللي هو السيلرز اند ويجس طبعا اتفقنا الاكوتي ايش بتساوي من الاصل شو قلنا الاكوتي هي عبارة عن الكابتال او تشير كابتال الاسهم او الرسلمان وكنا بنقول زائد ريفينيو ناقص اكسبنس ناقص ديفيدنس ازا كل الكلام هذا كل هاد الامور كل حساب منها رح نفتح له دفتر مستقل ونسميه استاذ كل حساب منها رح نفتح له دفتر مستقل ونسميه استاذ وهكذا اذا دفتر الاستاذ مهم جدا يكون عنا فكرة انه هذا الدفتر طبعا زي ما احلم التفقين كمان كل حساب في مستقل لو شفنا دا لاتجر دا لاتجر دا لاتجر دا لاتجر عن حساب محدد عن حساب محدد بخلاف اللي كنا احنا ايش بنتكلم عن دفتر اليومية اللي كان بيجمع لنا كل شيء لو فاكرين هذا الكلام تمام اذا احنا ننطلق احنا لنشوف بشكل عملي برضو ايش الامور اللي رح نتطرق بنعيد تاني المثال اللي كنا واخدينه اول الان هاي هذا المثال نفترض انه هذا المثال انت مسجله معاك هذا المثال اللي قبل المحاضرة السابقة يعني هو هو فهو قدانا اياك اذا مختصر مسجلنا اياه علشان عايز ياخد منه بالاحداث عندك مجموعة عمليات فيها دبت وكريدت ومجموعة بنود والان عايز يعملها عملية بوستنج الترحيل عملية ايه بوستنج لو بصينا حنيجي للاقي هذا الحساب للكاش حساب ايه للكاش الان عمليات الكاش اللي مرت في السابق من خلال قيود اليومية تم تجميعها في دفتر الكاش اول حاجة عايزك تحفظها وتفهمها انك ترسم دفتر الاستاذ ترسم دفتر الاستاذ اتعودنا في دفتر اليومية انه بتكون اعتقد من خمس اعمدة لو فاكرين قلنا ديت دفتر اليومية الان اللي قدامي دفتر الاستاذ تاخدوا بالكم في الاستاذ في اليومية ما بينفعش نكتب اسم الحساب فوق كنا بنكتب جينرال جورنال اوكي بس هنا بنكتب اسم الحساب لو ملاحظين اه طيب هناك في اليومية كنا نقول ديت تاريخ بعدين كنا نقول اكاونت الحساب انت اكسبلونيشن والاضاحة كل الكلام هذا هنا لا على طول ما نقول اكسبلونيشن ما فيش عنده الاكاونت لانه حساب واحد هناك كان عدة حسابات بعد كده ريفرانس ودبت وكريدت وكنا بننه وخلاص ما فيش حاجة لو فاكرين الكلام هذا الان عايزك تفهم وتحفظ رسم الدفتر الاستاذ دفتر الاستاذ هي ذاتها بس الله ما فيه دفتر اليومي هو ذاته بس الله ما فيه هنضيف عمود اخير اسمه بلانس الرصيد هنضيف عمود اخير اسمه ايه بلانس اللي هو ايه الرصيد وحنشوف مع بعض الان في واحد جون كان رصيد الكاش الان لو بصينا فوق الاعمدة اتفقنا ستة نحفظها زي اسمينة كده ونفهمها فوق في دفتر اليومية كنا بنكتب جورنال او جيرنال جورنال نفس الشيء يومية او اليومية العامة هنا حنكتب اسم الحساب اذا كان خاص بالسيارات حنكتب كار خاص بالاتات حنكتب خاص بالاراض حنكتب خاص بايشي حنكتب اسمه هذا الحساب خاص بالكاش لذلك كتبنا في الشريط الازرق اللي فوقيها كاش النمبر النمبر حسب ما هو عطيني اياها يعني مش مقدسة حسب النظام المالي حسب ما هو عطيني طيب في واحد جون كان رصيد الكاش 25000 بص معي بص معي ما عايزك تركز في الكلام هذا كل حساب قلنا الو طبيعة فاكرين لما قلنا الاسدس كلها مدينة وقلنا اللايبلتز كلها دائمة طبيعتها هي اذا لما يقول لي فيه رصيد اول المدة للاسدس بتوقع انه مدين ولما يقول لي فيه رصيد اول المدة لللايبلتز بفروض انه برضه توقع انه ايه دائمة طيب الان في واحد جون كان فيه عندي 25000 رصيد للكاش اذا حطهم في خانة دبت الوضع الطبيعة حطهم في خانة دبت طبيعة هما مدين يعني الاصول مدينة والكاش مدين طبيعتها هي اذا حتيجي في خانة الكاش 25000 25000 ما فيش اي حركة يبقى رصيدها كام 25000 عايزك تركز هنا علشان تفهم هاد المسألة عندي 25000 دبت اذا الرصيد كام 25000 يعني كده ببساطة مع 25000 قديش رصيدها 25000 ببساطة طيب في اليوم اللي يليه صار حركة مالية الصندوق دفع 8000 صار كريدت 8000 يعني خس بقيمة كده 8000 كده بصير الرصيد البلانس كان 25000 ودفع 8000 هيصير 17000 مش محتاج علم انت كان مع 25000 ومتغطيت التزامات منهم 8000 كده هيفضل معك بلانس 17000 في اليوم اللي يليه في عندك حركة نتيجة تهدبت 4200 يعني دخل في الصندوق 4200 طب هو كان 17000 ولما يدخل في الصندوق 4200 هيصير 21000 في اليوم اللي يليه دخل في الصندوق كمان 7500 هيصير 28700 كل حركة بتمس الصندوق سواء مدينة او دائنة سواء دخل في الصندوق فلوس او طلع منه بتأثر على الرصيد الف بال كلام كده يعني منطق انت مفروض يعني فهمه بشكل سريع وسلس يعني فيش في اي تعقيد يعني انت بتراجع حركة صندوق وعمالك كل زيادة او نقص فيه واثرها على البلانس لما بقول كلمة بالانس بالانس يعني الرصيد بالانس يعني ايه الرصيد وهكذا بعد كده 11700 250 هدول كريدت يعني امال ايه هو بيخس هو بيغطي وصلنا في النهاية لغاية 9450 9450 هي الرصيد النهائي للصندوق بتاريخ كام بتاريخ 30 30 جون يعني خلص الشهر بتلاتين جون كان الرصيد عندي للصندوق كام اللي هو 9450 150 طيب اذا هو بيعمل عملية ترحيل وترصيد عملية الترحيل بوستنج لكل المعاملات من وين جاب هاد الاحداث مفروض هو بيجيبها من دفتر اليومية في تواريخها وبيجمعها هنا فبتطلع عندي النتيجة اللي هو يعني بنيجي لدفتر اليومية بنقول له وين زكرت الكاش اي معاملة زكرت فيها الكاش طلع لي اياها وين على دفتر اليومية وبنبدأ ايش بنطلع ده معاملات المعاملات طبيعة يأمن دائنة يأمن ايه مدينة فطبيعة هاد المعاملات اما دائنة او مدينة هي اللي حتأثرلي وتديني الرصيد النهائي المتعلق بالصندوق اذا ما يتعلق بالصندوق انا ما شبتهش من عندي دفتر الاستاذ هو طبيعي اجاني من دفتر اليومية المرتبطة بالاحداث المالية وهذه الاحداث المالية هي نفسها هي نفسها اللي هي موجودة معايا وهي ذاتها اللي ترتب عليها انه انا اعمالي دفتر الاستاذ تمام اذا دفتر الاستاذ هو نتاج اعمال محددة موجودة في دفتر اليومي وبينهم ارتباط وثيق مطلوب مني انا انه انا احفظ تركيبة واعمدة دفتر الاستاذ لانه هتتكرر مني وانه لو اجانس في الامتحان او في الواقع عمليا مش راح يفترض انه راح يديني اياهم لا راح يفترض انه انا حافظ هاد التركيبة وحافظ هاد الاعمدة اللي بتبدأ بديت إذن لو انا احفظ دفتر اليومية من المحاضرة الماضية فقط انا هقوم باضافة عمود البالانس عليه تمام الان هو بيديني منطق جميل جدا ولو ركزنا فيه بقول كيف انا بعمل لو بصنا مع بعض فيه عندي جنرال جورنال فيه عن دفتر يومية ومسجل فيه معاملات وهو مدينيها بالأسهم يعني جميلة جدا زي ما قلتلكم انه الان عندي عملية في دفتر يومية العملية بتقول من الكاش للشير كابتل بقيمة خمساشر الف سبق انه اتعملنا معاها دفتر يومية ما فيش فيه بلانس وجنرال هو لكل الاحداث الان هو مسجل معاملة طرفها كاش وطرفها ايه رأس المال طرفها كاش وطرفها رأس المال الان الكاش ورأس المال هذول الاثنين راح يروحوا وين باتجاه الجنرال ليدجر هياخد الكاش في دفتر للكاش وهياخد الكابتل في دفتر للكابتل يعني بصوا معي ايش ما ورد من حسابات راح ينفتح لهم قولنا دفتر استاذ الان معاملة الكاش كانت مدينة ب15 حيروح حطها في خانة الكاش مدينة ب15 اهي دبت 15 طب ايش البلانس البلانس برضو 15 مدين كذلك الحال في معاملة خاصة بالشير كابتل راح يفرغها في دفتر الشير كابتل في خانة الدائن وهكذا يعني ويفتح لها دفاتر استاذ اي حساب ورد طب لو ورد معنا مرة واحدة في العمر راح ينفتح دفتر استاذ على طول يعني لو مر معنا مرة مرة واحدة في السنة كلها راح ينفتح دفتر استاذ تمام هذا الامر هو جوهري في التعامل بتاعنا الان في عند تشارت اف اكاونت في ناس سمو اكاونت تري دليل الحسابات دليل الحسابات او خريطة الحسابات في ناس سسمو اكاونت كود كل هاد التسمية الصحيحة دليل الحسابات شجرة الحسابات خارطة الحسابات كل هاد الشيء جميل معنا فاكرين انا اول ما بدنا حديثنا قلنا انه لو بصينا مع بعض انه انا عندي الاكاونت بتاعتي مقسمة لحزم منها الاسيتس منها منها الان هاد الحزم بقول لو انت عايز تبرمج الموضوع على الكمبيوتر او عايز تبرمجه في دفاترك علشان انت مع الوقت مش عايز تحفظ اسامة ومش عايز تلخبط عايز تسميك على شكل ايه ارقام حسابات فانت ممكن تعمل شجرة تقول ارقام الحسابات الخاصة بالاسيتس مثلا من مية ل متين ارقام الحسابات مثلا من متين لتلاتمية الخاصة بالاكوتي من تلاتمية لأربعمية وهكذا هذا الامر خضع ليك ملوش اي مقياس ملوش اي اعتبار رقمي الارقام اللي انت بتحطها انت بتستخدمها فهنا ما ما دينا مثال بسيط كده هذا الامر للفهم مش اكتر يعني مش موضوع عميق او شيء لموضوع انت تفهمه بس قل الاكاونت بتاعتي من 101 ل 199 بتشمل حسابات الاسيتس يعني لو اجاني حساب الاسيتس مثلا لو فاكرين قبل بشوية كنت اقولكم الرقم الحساب اللي كنا نقول بيش من وين مثلا رقم الحساب نمبر مثلا 101 هذا الرقم ما لوش اعتبار زي رقم الهوية يعني مثلا انت امرك شو بتواحد جمع رقم هويتين مع بعض وقال والله كذا بنجمعه او بنطرحه او بنضربه في اتنين او شيء زي زي الاسم هذي لتسهيل عملية البرمجة على برنامج كمبيوتر او لتسهيل عملية الحفظ للمحاسب لو كان عايز يختصر بكرة في التسجيل فمش عايز يكتب اسام وغلب حال ويكتب 101 والكمبيوتر نفسه بيعرف ايش هذا الحساب طيب هو راح قسم عند تقسيمه مش شيء كبير قال لكل الاسيتس اكاونتس من 101 ل199 لو كان عند سيارات حسميهم 101 الات 102 مدنون حسمي 103 وهكذا قال لي من 200 ل299 كل بس تسمية فالقال لو عندي دائنون حيكونوا 201 عند نوت باب والاوراق دفع حيكونوا 102 وهكذا من 300 ل399 الاكوتي قال لي الاكوتي انت من 300 399 انت بتحط الكود بتاعها وكذلك الريفنيو حطهم من 400 ل499 من 500 ل700 الاكسبنسز والأثر الريفنيو والأثر اكسبنسز حط لهم أرقام هذه الشجرة فقط مفيدة لتسيل عملية البرمجة أو لتسيل عملية نظم المعلومات هاي معانا خارطة معطاة وجاهزة ومش مطلوب الحفظ لأن الأمر هذا يختلف من مؤسسة لمؤسسة ممكن تقول أنا مؤسسة بالمئات أنا بتحرك يعني عنده مثلا من 100 لمتين الأسدس واحد يجي يقول من 1000 ل2000 واحد يجي يقول من 500 ل700 الأمر مش مقدس لا الأمر خاضع لمؤسستك طيب بعد كده احنشوف عملية الترحيل نفسها وبصينا والتسجيل فهو بيدينا عملية متكاملة بقول بص معي فيما يتعلق بالأسدس زي ما انت حاعة فاهم تساوي لابلت الزائد في عندي 10 تلاف مثلا يورو او دولار انا مستثمرهم وبعد نشاط فيهم كاش فهدول رح يروحوا باتجاه قيد يومية من كاش في الجانب المدين الى كابتل في الجانب الدائر بقيمة العشر تلاف وحيقول ليش الحركة اللي صارت معهم وبعد هيك حيبدأ معايا المعاملات معاملة معاملة بنفس المنطق اللي احنا اعتدنا عليه فانا احترجم لك هاد المعاملات علشان انت يصير عندك ايه المنطق بتاعها الان اول معاملة زي عملية مراجعة وبيديني عملية تسجيل ومراجعة سريعة وانا هاخدها بسرعة كده وحنيجي ان اكتوبر وان سي اار يزيكي شركة يزيكي ان فيست استثمرات تين تاوزند عشر تلاف ان كاش دولار ان كاش استثمرات ان كاش ان ادور ايسنج كامباني في شركة اعلانات تو بي نو يزيكي ادور تايزنج اوكي لان اول معاملة استثمرات عشر تلاف دولار طيب المعاملة رقم اتنين ترانسكشن اتو اصار عندي ان اكتوبر وان يزيكي ادور تايزنج شركة يزيكي اللي اعلانات برشيز اوفيس اكوب من اشترت اتات مكتبي كاستنج فاف تاوزند تكلف خمس تلاف باي سنج اتري مانس اتماعش بالمية اشترتهم على اساس تسددهم لثلاث شهور بفائد اتماعش بالمية عبر نوت بيابول يعني اشترت اشكاش اشترت بالنوت بيابول وبكم بياله فالقيد تبعي الجانب المدين تبعه على طول اللي هو من الاكوب من من الاتات خمس تلاف للنوت بيابول الجانب الداعن اللي هو خمس تلاف ونفس ما احنا تعوضنا ممكن نعملهم الحركات الكاملة بتاعتهم ونوكتوبر تو يزيكي ريسيف اتلقت وان تاوزند واندرد اتلقت الف ومتين من العملة المسخدمة معهم كاش فروم ار كونيكس من ار كونيكس ار كونيكس ايش طبيعته ازاك كرينت يعني ازبون بالنسبة لهم للا الاعلانات تمام نفس القصة من كاش الى ار يعني ارادات مقدمة وهكذا في المعاملة اللي وراها يزيكي بيز اوفيس ريند دفعت ايجار المكتب علشان كده عايزك تفهم هاد المعاملات تاني والترجمها اول باول في اكتوبر فايف يزيكي باشيز استيم تري مانت سبلاي ات اوفي ادورتازنج ماتيرز اشترط معدات او لوازم خاصة بالاعلانات ولفترة تلات سنوات او فترة خاصة بالشركة حسب الضابط اللي معي ايضا اكتوبر ماين يزيكي يزيكي هيرز فور او امبليز يعني عندها عينات موظفين الان هادا المعاملة مهمة جدا انه هي عينات موظفين بس تعيين الموظفين ما ترتبش عليه عملية مالية وهادا من الاحداث الخطيرة جدا اللي بيجع فيها الطلبة في الامتحانات انا لما بعين موظفين مش شرط يصير قيد القيد المالي فقط بصير ساعة ما ادفع للموظفين يعني هنا يا زيكي هيرز فور امبليز عينات اربع من موظفين تو بيجنينج ووك ان اكتوبر الففتين يعني هيبدو شغلهم في خمستاش عشرة اتش امبليز امبلي كل واحد من الموظفين اترو رسيف اويكل سالاري حياخد في اش للاسبوع راتب خمسمية اه فور فايف دي ووك سويك وحيعمل خمس ايام في الاسبوع باب الافريتي ووك الان كل الكلام احنا بنحكي فيه عمليا فيش احدى اسمالية يعني زي واحد لسه عمالي بيرسم لاشي لقدام بس عملية لا دفع ولا ايه اخد فعشان كده ما فيش قيد محاسب اللي اجينا هيقول اه بيزنس ترانسيكشن هاز نط اوكرد يعني ما صارش حد اسمالي اصلا يعني لا دفعنا ولا جبضنا ولا صرفنا يعني عينت خمس موظفين بس مش فناش منهم لا دفع ولا قبض ولا صرف وبالتالي هاي المعاملة ملهاش قيد في المعاملة اللي تليها يزيك ادفورتايسنج بورد ديركتورز ديركتورز اند بيز فهي ابتدت اعملية التوزعات فانا عندي التوزعات كانت خمس مية نقدا وهكذا القيد اللي وراه في 26 في عندي الان ابتدينا مع الموظفين احنا بنحكي في معاهم انه تصير الحركات ابتعدتهم فخسينا دفعنا الاربع تلاف في سيلرز اند ويجس تو كاش وهكذا بقية المعاملات شوفوا بصوا معايا المثال جميل جدا الان هذا المثال نفسه هو اللي حينتقل معانا للمعاملات اللي تليها فعشان كده مهم جدا ان احنا نركز في هذه الامثلة اذا انا عايز من خلاصة هذا الامر انه اقول لك انه بنهاية المحاضرة يعني ان شاء الله حنكون احنا عمليا خلصنا من شابتر 2 وعايز جهد منك ان انت تركز في هذه الامور وتجمعها وبعد كده نشوف مع بعض ايش الحجرة معنا الان مديني دفتر يومي على افترض انه طالع معاك هذا الدفتر وطالب منك بوست ديز انترز دا كاش اعمل لحساب للكاش قدام الخيارات قلنا زي ما اتفاجنا انه احنا نعمل الكاش بالطريقة اللي احنا اتفاجنا عليها الليتجر نعمل الست اعمدة ونشتغلهم وفي طريقة بنسميها التي اكاونت حساب التي سموه تي عشان نحرف تي فانت بتروح كاتب كاش وبتعمل تي تحتها على طول كده وايش المعاملات اللي كانت في الجانب المدين اللي هي في اندى لفت لو فاكرين رايت اند لفت اندى صايد في الجانب الشمال بتروح حططها والعمليات الدائنة في الجانب اليمين اندى رايت صايد وهكذا عندي كاش اول معاملة 2700 و 2280 اول شيء ببحث عن الكاش اللي بدت في المعاملة قدش كان في اول الشهر وبروح حطه بعد كده بشوف المعاملات اللي جاية معايا يعني هو بقول في عندي كاش من بداية الفترة كاش اندى مارش وان واز 600 كان عندي 600 من بداية الفترة 600 يورو فبروح حططهم هاي هم 600 والآن ببدأ المعاملات يعني هادي قبل ما اتحرك بعد كده ببدأ المعاملات في عندي كاش ديبت 2280 بروح حططهم تحتهم الآن بنزل ادور على الكاش لقيت كاش كريدت 400 فبروح حطها الجنب التاني بعدين بدور في الكاش لقيت كاش كريدت 92 الآن لو جمعنا الجانب اليسار وجمعنا الجانب اليمين حنلاقي الجانب اليسار في اكتر اقل من الجانب الجانب اليسار اكتر من الجانب المدين يعني مجموعة الجانب اليسار قديش بيفرق عن اليمين 2388 هذا هو الرصيد يعني عندي الجانب المدين 2680 والجانب الدائن 492 يعني عندي في الصندوق فلوس 2880 دخل ورصيد اول المدة وخرج من الصندوق 492 جديش فاضل في الصندوق ضيل 2388 هي عبارة عن الرصيد وهكذا اذا عملية الترحيل من دفتر اليومية لدفتر عملية ثلثة هو عطيني الان دفتر يومية كامل لو انت شايف بمعاملات متعددة والان هيبدأ بعديها عملية الترحيل خدها معاملة معاملة بنفس المنطق اللي انا حكيت لك اياه الان في الصندوق وحتلاقي كل الارص ده معاك هادي الان اللي معايا مش دفتر جنرال ليدجر واحد يعني هاي ليدجر للكاش بنفس المنطق هاي جنرال للسبلايز هاي جنرال للبربيد انشورانس كل المعاملات اللي مرت معاك في دفتر اليومية اي حساب مر في دفتر اليومية يقتضي الامر فتح دفتر استاذ اي معاملة يبقى انا هنا الجنرال ليدجر استاذ عام داخل هدا الجنرال فيه استاذ لكل حساب استاذ لكل حساب يعني اللي امامي هادي مش حل استاذ واحد لا ولا بينفتح واحد هدا لكل الحسابات اللي مرت معاك في دفتر اليومية حتى لو مرت مرة واحدة يعني بعضها مر لمرة واحدة قديك مثال لاشي مر لمرة واحدة عند السابلايز استاذ السابلايز السابلايز بدت معاملة في اكتوبر 5 في 5 اكتوبر كان ديبت 2500 وبس ما فيش اي معاملة الرصيد 2500 هذا خلاص بينما الكاش مر معايا في السؤال فوق اكتر من مرة كان اول شي 10.000 مدين فهو 10.000 مدين زاد 1200 صار 11.200 دفع 900 صار 10.300 في النهاية وصل 15.200 اذا كل واحد من الحسابات اللي مرت معايا فوق هو جاي اساسا نتاج من دفتر اليومية يعني هاد الاحداث من وين احنا بنجيبها من دفتر اليومية اللي هو قلنا بسجل لكل المعاملات مظبوط طيب دفتر اليومية من وين اجا اجا من الاحداث المالية اللي جابت بشوي كنا بنتكلم عنها انه في شهر كذا اشترا في شهر كذا باع في شهر كذا سوى في خمسة شهر عمل وهكذا اذا يبدأ الحدث المالي من تم يتم تسجيله في دفتر اليومية من دفتر اليومية بننطلق لدفتر الاستاذ علشان نعمل عملية بوستنج بعد البوستنج بصير عملية البلانسز يعني الترصيد علشان اصل للرصيد النهائي اللي شايفينه بالاحمر يعني اخر رقم لكل حساب منهم هدول مع بعض بروح جماعهم الارصده في حاجة اسمها التريل بلانس حاجة اسمها التريل بلانس ميزان المراجع ميزان المراجع ميزان المراجع بطلع الارصده اللي طلعت معي لكل حساب طب من وين بطلعها الان من دفتر الاستاذ مش احنا قلنا بنعمل دفاتر الاستاذ ركز معي هاد دفاتر الاستاذ عملناها من اليومية الكاش كانت نهايتها 15200 الكاش كانت نهايتها 15200 الاكاونت بيابول كانت نهايتها مثلا 2500 كل واحدة من هدول طلعت بالرقم الأحمر باجي هنا بحطها في دفتر التريل باجي بقول كاش الرصيد بتاعها 15200 السابليز الرصيد بتاعها 2500 وهكذا المدين مدين والدائن دائن طب أعرف من وين انه مدين ودائن آه لو انت محفظتش معايا أساسا انه كل الاسدس مدين وكل الابلتس دائن انت حطوه يبقى انت هنا حتى تشوف الحساب كده وتفهم طبيعته على طول كده كاش يبقى هو أصول يبقى مدين سابليز أصول مدين على طول كده وانت تجري واحدة واحدة منهم لحد انت ما تخلصهم كلهم والمفروض في ميزان المراجعة انه يتساوي مفروض في ميزان المراجعة انه ايه يتساوي يعني النتيجة المجموعة دائن تساوي مجموعة المدين وهكذا هذا الأمر جدا مهم لنا لنهاية الفصل فيها عندنا مجموعة من الأسئلة هختار لكم طبعا هي محلولة بس هختار لكم سؤال مش محلول كده وارسلكم إياه لاحقا انه احنا نطبق عليه الأسئلة في نهاية الفصل محلولة وجميلة أنا بدعو الجميع انه هو يركز فيها هاي عندي سؤال مهم جدا بتكلم عن برزنت بلو هذا المثال لو انت فهمته برضو محلول وملخص فانت مطالب انه انت تتراجع هذا الفصول على ما انت تتراجع هذه الأمثلة والتطبيقات المحلولة ان شاء الله راح اختار لك تطبيق جميل تقدر انت من خلاله تشوف هذا الأمر وتطبق بشكل عملي هذه تحياتي لكم ان شاء الله مدرسكم دكتور محمد أو يوسف مرة أخرى وأتمنى لكم انه هذا الفصل يكون من الفصول العملية اللي نتوفق في البداية فيها من أجل انه نستمر باتجاه انهاء الجوانب العملية في مساق درسات المحاسبة باللغة الإنجليزية ومساق محاسبة واحد باللغة الإنجليزية هذه تحياتي لكم مرة أخرى وما أتمنى لكم مزيد من التوفير والنجاح في رعاية الله